السلام عليكم وحمد الله وبركاته. طبعا انا احنا عارفين شات جي بي تي نموذج لغوي قوي. دلاتي في اوبن جي بي تي. هو شات جي بي تي لكن مفتوح المصدر تقدر ان انت تحمله عندك على الجهاز. تقدر ان انت تستطابه. تقدر ان انت تشتغل على الملفات الخاصة بيك من غير ما تشاركك مع حد. يعني شات جي بي تي لو رفعت له اي ملف هو بتضرب عليها. ولو حد سألها اي سؤال بيجاوب من خلالها. انما هنا لا ده مقصور عليك. على كاذك انت حاجة شخصية بك. تقدر تعمل ببرامج او مواقع خاصة بك. اسمه اوبن جي بي تي. ده الموقع بتاعه. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو ده على الجيت هاب. ودي كل الداي تقدر تعمله وتقدر انت تشغل عليه بدون امشك خالص. هو اوبن سورس. هو معمول بلغة البيسون. ودول الناس اللي عاملينه. طيب ممكن تقول له انا عايز احمل الملف وتعمله وتبدأ ان ان انت تشغل عليه. طيب خلينا نجربه اهو. دي الصفحة بتاعته او بتاعته. المساحة الخاصة بيه. على تقدر تسأله اي سؤال. تمام. اه ممكن تدله فيديو وتقول له اصف لي الفيديو او ايه الحاجة الغير طبعية اللي حصلت. او اعمل لي صورة مسلا لقطة. تمام. بيتعامل مع الصور وبيتعامل مع الفيديوهات وبيتعامل مع التكست. في كل الحاجات الجميلة ديت. ممكن تديله مثلا حاجات مكتوب خط الايد. انا مش عارف اقرأها. وهو يعمل لها. ويبدأ ان هو يقرأها. ففي استخدامات كتيرة جدا للموقع دوت. لو انت عندك اي سؤال ممكن ان انت تسأله له. هو متصل بالانترنت. فممكن نجيب لك مثلا سعر تحويل العملة. ممكن نجيب لك اخر الاخبار اللي موجودة. والحاجات دي كلها هو كده بيدور في النت. يحاول يجيب لك المعلومة بالتفصيل. ده السوبر شات. وعندك الفويس شات. تقدر تفتح الفويس. في حاجات خاصة بالصورة. في حاجات خاصة بالفيديو. تقدر تدله بروميت معين. بس ياخد وقت. وانا تحدد بها انت عايز رياليستيك ولا كارتون ولا سري دي. عايز الموشن يبقى عامل ازاي. يعني هو ممكن يعمل صورة لكن يعمل فيها موشن فتبدو انها فيها حركة. فحاجة جميلة جدا ان انت يبقى عندك يعني شات جي بي تي اللي مصروف عليه كتير جدا دوت. يبقى عندك نسخة منه وطبعا هو ضربوه على داتا كتيرة فهيبقى كويس. لو انت هتبتدم سفر و هتبدأ تدرب الداتا دبش ببلاش. اه ده عمل الفيديو اهو. هعمل فيديو جميل اهو. قط شكله حلو. جميل. يعني اللي مهتم بالحاجة دي ممكن يستطابه ويبدأ ان هو يجربه. نعمل له لايك.